اشتركوا في القناة هي الاشارة التي يتوقف عندها الجميع سواء كان راجلا على قدميه او راكبا على سيارة في سيارة او حافلة او دراجة نارية او بخارية او على اي مواصلة تكون الاشارة الحمراء هي الاشارة التي يتوقف عندها الجميع عن ماذا ستتكلم يا دكتور محمد اليوم الحقيقة وانا يعني ابحث في ثنايا هذه الحلقة في اثناء الاعداد اليها او لها يعني ادركتني مشاعر جمة جمة متناقضة متضاربة من اخاطب هل سأخاطب الزوجة او الزوج هل سأخاطب الاب او الام هل سأخاطب المسؤولين عن حياتنا الاسرية والنفسية والاجتماعية من سأخاطب اليوم هل سأخاطب اولئك الذين اتوا الى مركزي للعلاج وقد رأيت منهم ما حفزني ودفعني الى هذه الحلقات ام هل سأكلم اولئك الذين انعزلوا في بيوتهم وانصرفوا عن حياتهم واصبحوا يعيشون كالغرباء تحت سقف واحد حلقة اليوم عن شيء يسمى الزواج نساه كثيرون مننا وابقى بعض مننا عليه شكلا لا موضوعا حالة من الحالات الانسانية عندنا تسمى الزواج لكنها في الحقيقة زواج مع وقف التنفيذ زواج يحمل في ثناياه معنى الانانية زواج يحمل في ثناياه معنى الاهمال والسخرية والازدراء والتقليل من الشأن والاحتقار لأي جهد مبذول اني ليطربني يطربني ويشنف سمعي تلكم الساعة التي نام فيها محبوب حبيب على صدر حبيبته وهو متألم ويعاني المشقة والعنت والصعوبة فتنظر اليه الحبيبة وتقول فيني ولا فيك يعين امك يا خوية يعين امك يا خوية عسى ما شر عسى اللي يصيبك يصبني رغم ان هذا دعاء قطأ عسى اللي يصيبك يصبني فيني ولا فيك يا ابني فيني ولا فيك يا بوعيالي فيني ولا فيك يا زوجي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخيرة حسنة لا تدعو على انفسكم ولا على ايالكم تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وهو يعاين سكرات الموت صلى الله عليه وسلم وظهره على فخذ ام المؤمنين عائشة ورأسه على صدرها وعنده كوب من الماء او فخار فيه ماء يضع منه على رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم وهو يعاين سكرات الموت ومشقة الموت وصعوبة الموت صلى الله عليه وآله وسلم فإذا يدخل عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة أخو عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وفي يجه سواك يتسوك به عنده سواك يتسوك فأبده أبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمل بس هكذا بس هكذا ففهمته الحبيبة فهمت المحبة المحبوبة فهمت مراده عرفت رغبته فهمت وأدركت مراده الذي يريد في هذه اللحظات العسيرة والشديدة في حياته عليه الصلاة والسلام كأي بشر يأتيه ملك الموت فقالت تريد السواك تريد السواك ما أصل أنت اللي تحبه أنا أحبه اللي تريده أنا أريده الذي ترغب فيه يفرحني الذي تسعد به يسعدني لست بيني ليست بيني وبينك يا رسول الله مصادمة ولا معركة ولا مباراة من منا سيحقق الفوز والنتيجة الكبرى من منا تستطيع أن تكسر خشم زوجها أو يكسر رأس امرأته قل لي تريد السواك يا رسول الله قال نعم فخدت من أخوها خذت أخذت من أخيها السواك كان يستاك عبد الرحمن بن أبي بكر هكذا فقلبت عائشة السواك قلبت السواك وطيبته بفمها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما فعل صلى الله عليه وسلم أن يستاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر وطعم لعاب أم المؤمنين عائشة على رأسه وكانت تفخر بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقول آخر ما مس ريق رسول الله ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي آخر شيء لمس ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست ثمة معركة أبدا ليست هناك أي معركة بيننا وبين زوجاتنا ليست بين النساء وبين الرجال معركة وقف عليه الصلاة والسلام دخل ليلة شوف هذا الجمال شوف هذا الجمال شوف هذا الجمال والروعة احضر مع المشهد كأننا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه عليه الصلاة والسلام وجواري وبجواري أحب امرأة إلى قلبه بعد خديجة بجواره عائشة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأرضهما بجواري محبوبة محبة محبوبة وهو محب محبوب راغب وهي راغبة محب وهي محبة محبوب وهي محبوبة فتقترب منه أمنا أمنا تقترب منه عليه الصلاة والسلام تقترب الزوجة من زوجها الحبيبة من محبوبها الراغبة في مرغوبها تقترب منه عليه الصلاة والسلام فيقول لها يا عائشة دعيني وربي هذه الليلة خليني الليلة دعيني وربي هذه الليلة يا عائشة ما لي بلغة العامة والرسول أجل من لغة العامة ما لي مزاج هذه الليلة أرغب في أمر آخر دعيني وربي هذه الليلة يا عائشة فقالت يا رسول الله قربك أحب إلي شوف 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 الجمال قربك أحب إلي لكن الذي تحب أحب إلي مما أحب قم لربك يا رسول الله أنا أحب قربك وأنت تحب قرب ربك والذي تحبه أنت يا رسول الله أحب إلي مما أحبه أنا قم لربك يا رسول الله فقام عليه الصلاة والسلام ليست هناك معركة الذين يتكلمون عن الزواج كمؤسسة أو شكت على النهاية بسببكم أنتم بسبب إعلامكم بسبب فساد بعض رجالكم وبسبب فساد بعض نسائكم نظرتم إلى أعظم علاقة إنسانية على وجه الكرة الأرضية فأفسدتموها وكسرتموها وشرختم جدارها اليوم أضيء إلى حضراتكم إشارة حمراء نشد الهند بريك نشد الفرامل اليد هذه التي تنحدر بسببها علاقاتنا الإنسانية تعالوا نقف وقف بإشارة حمراء لكل بيت مسلم وعربي وغير عربي لكل بيت مسلم على وجه الكرة الأرضية بينكما مشاء مشكلات بينكما بر بينكما لطف على وشك الطلاق على وشك الخلع على وشك الهجر على وشك الصدام قفوا وقفة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا تعالوا نقف اليوم سأتكلم عن سرطان الزواج سأتكلم عن بعض القواعد قواعد فيروسات بيكروبات شياطين تدخل على بيوتنا فتفسدنا دون أن ندري تتسرب إلينا كتسرب الغاز لا يشعر به الإنسان أبدا حتى يكبس ويطبق على نفسه وعلى رئته حتى يموت ولم يشعر به أحد ثم بعد ذلك بعد عشر سنوات خمستاشر سنة ينظر الرجل إليها خلونا مع الكاميرات ينظر الرجل إليها فيقول من هذه؟ أنا شو تخوتت في مخي خليني تزوجت هذه وهي تنظر إليه في الطرق وهو نايم بجواري وتقول منو هذا؟ شو تعميت أنا؟ اتهبلت في مخي أنا حتى أختار هذا المخلوق لأتزوجه ويكون أبا لأولادي من هذا؟ ليش أبويا وأمي والله سمعتوها مئات المرات ليش أبويا وأمي كانوا ديمقراطيين لماذا سمح أبي وأمي لي بغبائي وحماقتي ووهمي وانخداعي بأننا أختار هذا؟ يا ليتهم ضربوا على يدي وقالوا لي ما ينفعكيش يا ليتهم قالوا لي بلاش يا بتي الكل يزعم الحب الكل يزعم العشق الكل يحسن كتابة المذكرات اليومية عن حبيب القلب الكل يحسن كتابة الشعر وإن كان مكسور القافية مشوه المعاني في تلك المخلوق التي عشقها لا ندري لماذا ولا ما هو السبب ولا ما هي المعايير التي على أساسها بدأ الناس يختارون ويريدون وأنا منهم أن يعرفوا الحب تريدون تعريف الحب بين الزوجين ستجدونه في معنى العطاء الحب بين الزوجين هو القدرة على العطاء سأعطيك سرطانات خمسة انتبه إليها وسأعطيكم بحول الله تعالى بعض القواعد التي تصحح البيوت اليوم اليوم تصحح البيوت بإذن الله عز وجل اليوم البيوت التي أوشكت على الخراب اليوم البيوت التي أوشكت على الفساد اليوم اللي فيه توجس وخيفة وريبة من كون هذا البيت هل يستمر أم لا هل هذا الزوج هو الذي يمكن أن أكمل حياتي معه هل هذه الزوجة هي التي تصلح أن تكون أما لأولادي وتكمل دربي وأكمل دربي معها اليوم بإذن الله تعالى في هذه الساعة لكن تحملوني شوية المرة الماضية الأسبوع الماضي كان عنوان حلقتنا الثالوثة الأحمق وقلت أن أسوأ أنواع الثالوثة الأحمق الأفكار غير العقلانية كيف أتعامل؟ ما هي الأفكار التي تحفزني للتعامل مع الحياة؟ أفكار غير عقلانية الكون كله ضدي لازم لما أتزوج أتزوج امرأة من يكان لازم لما أتزوج أتزوج واحد معضل وعنده بيزات أموال وفلوس عنده سيارة وعنده بيت لازم لما أتزوج أتزوج وحدة تكون وحيدة من غير أب وأم عشان مش عايز تضع رأس العيلة لازم لما أتزوج يكون عنده سيكس أبيل يعني عنده شو سموها؟ نظرة يعني قدرة عالية وشكله حلو وجميل وأمور واو 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 هذه الأفكار غير العقلانية هي اللي خلت طموحاتنا ترتفع فوق المعدلات الطبيعية فنزلنا كل الناس نزلت على جذور رقابها وتسمع من نسائنا في العالم العربي كله إلا من رحم الله تقول أنا جاعد ربي عيالي والثاني يقول خلاص بقى خلاص والواحد لسه هيعمل حياة تانية وطلق ويعيش خلاص بقى خليها نروحوا للجنة إن شاء الله ربنا دخلنا للجنة ونعيش حياة كويسها في الجنة أسوأ وأو أسوأ مش هايزوي الكلمة وحشة خالد هيا خلي بالي ها هخلي بالي أسوأ وأتعس وأفسد وأزعج سرطان في الحياة الزوجية الأنانية الأنانية وسبق عشرات المرات قلت لحضراتكم وقلت للناس في المحضرات في الكتب في الدورات التدريبية في البرامج التلفزيونية في الاستشارات عشرات إن لم تكن مئات المرات وأنا أرفع صوتي بأعلى صوتي وأقول اسأل نفسك دوما لماذا بدأت لماذا بدأت هذا الأمر لماذا تزوجت تزوجت لأنك مش جادر تتحمل نفسك جنسيا فماما جابت لي واحدة شفت واحدة زميلتي في الجامعة جسمها يتناسب مع الأفلام الجنسية اللي أنا بشوفها فأنا أريد والله إن أنا أعيش هذه الأدوار رحت بتزاوج بعد كده تلاقي لها نيمة تحصلها نيمة في البيت بعد خمس ست سبع تمام سنين وإنت صاح الصباح ونفسك تأكل فطور الصباح وهي نيمة تقول شوف الحرمة اللي ما تستحى على وجهها حرمة ما تستحى ما حتى ليش هو أنت تجوزتها يا بيت هو أنت يا بيت زوجتها عشان تعمل لك فطور أنت مش اخترتها سكشوالتي هو مش أنت اخترتها عشان هي جسمها بالشكل الفلاني ووشها بالشكل الفلاني مش هو ده سبب وداعي ومحفز وإرادة الاختيار قلت لحضراتكم وأقول وسأبقى أقول ولا مانع عندي من التكرار أن هناك أهداف مشتركة في الزواج وهناك أهداف فردية لك مساحتك الخاصة في الزواج ولها مساحتها الخاصة في الزواج ولكم مساحة مشتركة ما في زوجين في العالم ما يبغون يعيشون بخير وبيت جيد وسيارة تحت رجليهم وأكل زين والأولاد يعيشون معيشة طيبة لكن على المستوى الفردي انطغت انطغت الأنانية وعلت الأنانية وقدمت الأهداف الفردية على الأهداف المشتركة في الزواج فهذا أعظم سرطان يصيب هذه العلاقة الزوجية سرطان الأنانية سرطان مزعج للغاية أن الإنسان يقول والله يحمد الله أن أنا وافقت عليه هذا كات مين هتوافق عليه أصلا ده أنا فلانة بنت فلان ده أنا جميلة ده أنا صغيرة ده أنا الرجال يطلبوني أنانية مطلقة أنا أريد واللي أريده يتحقق الآن طب والراجل طب واللي أنت متزوجان طب والراجل اللي حطي إيده في إيد أبوكي وقال له زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون يشهدون بهذا والله خير الشاهدين وحضرتك بنفس طيبة وتأضحك وتبكي وتزغرطه قبلت الزواج من موكلتك قبلت الزواج من ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحاضرون يشهدون بهذا والله خير الشاهدين قالت له انت بتحب تصلي وانا بحب انك تكون جنبي بس اللي انت بتحبه احب الي مما احبه اين تلكم المرأة واين ذاكم الرجل الذي يقول لزوجته والله انا ابغي دجاج بس انت تبغيين لحم نأكل لحم الامر ليس له علاقة بالاكلة خالد ده موضوع مالوش علاقة بالاكلة يا جماع لكن تريدي هنا ولا تريد هناك اللي تريده حبيبي اش تبغي تسوي انا جاهزة ماذا تريد انا حاضر انت تريدي كذا انا حاضر ما دام في قدرتي وطاقتي لا مانع لدي من ان تغلبيني في هذا نحن لسنا في معركة لا بأس لا بأس ننام الان ننام بعدين الأمر هي للغاية الذي تحب أحب إليه مما أحب هي رسالة لتقطع دابر سرطان الانانية في البيوت يعجبني قوله واحد حبيبي واحد حبيبي قال مرة قال لي ولله يا دكتور أنا في حاجات ما بحب أعملها زي المشاوي مثلا قال ما بحب بس أنا زوجتي تحب حكاية المشاوي والفحم وكذا فقال والله اشتريت في السيارة وكنت اعدي على اي مكان حلو روح جالس وانا جاي باللحمة من غيرها هي ما تعرف وقال لها بس اتقعودي شوية وروح مطلعي الشواية وقال وح ليه لك وماش عليك الحرمة الوعية ست الوعية تروح بصة كده وتقول له قليل منك يكفيني ومثلك لا يقالوا له قليل هو ممكن المشاودي كلها على بعضهم متين ليرة بس هذا الجهد العجيب ان يقدم رغبتها على رغبته ارادتها على ارادته النات امي امي الله يطول في عمرك يا امي الله يديك الصحة والعافية امي تقول يا ابني الاكل حلو الاكل بيكون حلو بشرطين بحكتين اللي بيعمله عنده نية حلوة انه يعمله نيته حلوة ان الناس تأكل وتنبسط والناس اللي جلسة تأكل معاك بتحبك ولما تشوفك بتأكله وانت مش تهي تفرح بيك وتقول لك كل كمان كل كمان كل كمان كل كمان انبسط واستأنس مش حرمة تقوم تطبخ تقول كتاكل ارف انت وعيالك وتسمعه في التيك توك وفي الانستجرام وفي اليوتيوب انا اروح اديب واحد يتحكم فيي ويقول لي طلعي وما تطلعيش وادخلي وما تدخلي ايش واطبخ له كل يوم ثلاث واجبات واغسله واش حاجة خليه غرفة ده هي مش عايزة احنا عايزين عيالنا كده احنا عايزين الناس كده احنا هل نريد ان تنتهي فكرة الزواج من قلوب وعقول عيالنا وبناتنا لمجرد ان الهانم اما دلوعة واما انها مش فاهمة واما انها متمردة حتى على الشرع اش لك فينا انت اش لك فينا انت متمردة اذهبي بتمردك انما تفسدين علينا بناتنا ونساءنا وتفسدون علينا ذكورنا ورجالنا عندنا اخطاء في الرجال ما فيش كلام ما فيش كلام عندنا اخطاء في النساء ما فيش كلام عندنا خطاب متجذر حول المرأة نسوي قبيح وللأسف اللي بتكلموا فيه بيظن ان هم اسلاميون لكن دي ناس ما ساكين تعيسة وعندنا خطاب الحاج مهول بدأ في البلد في بلادنا يعني فاحنا ننتبه شوية السرطان الاول الانانية يا حبيب قلبي يا ابنتي حبك الحقيقي قدرتك على العطاء قدرة على العطاء قدرة على العطاء في ديتك انا اعمل لك اللي تبغيه انا سويه لك اللي انت عايزه انا جنبك ادعمك في كل لحظة في كل وقت وحين اكبر وانا اكبر معاك اكبري وانا اكبر معاك ليست الامر فيها جندريا ان رجل وامرأة المرأة الزوجة تكبر تكبر تحفظ تحفظ تحضر رسالة ماجستير ودكتورات تحضر تألف كتاب تحضر تعمل مشروع طبخ تعمل تعمل مشروع خياطة تعمل تعمل مشروع هندسة تعمل مشروع طب تعمل خليها تعمل وانت جنبها تدعمها زي ما تدعم بنتك تدعم زوجتك وتدعم اختك عيب ان احنا نيجي في وقت من الاوقات نستدل بقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كيف كان رسول الله في بيته تقول كان في مهنة اهله عليه الصلاة والسلام كان في مهنة اهله يخصف نعلا ويرقع ثوبا فتقولك عادي خلي بقى يشتغل في البيت خلي زوجي يشتغل في البيت طب ما تكملي ما تكملي ما تقول ان عائشة كانت بتعملي طيب يعني كان النبي بيخيط حت التوب ولمه اخزى لما النعلي ينقطع يخيطه طب وعائشة ساعتك بتعملي كبتلعب طلع في ديننا الان في مجتمعاتنا الان اللي تقولك انا ما اخدموش تتعرفوا اللي بيتكلموا على خدمة المرأة لزوجها دي عارفين بيقولوا ايه تعرفوا ان هؤلاء يقولون ان المهر المدفوع نظير الفرج يعجبكم يعجبكم تعجبكم الفكرة دي شو رأيكم شو رأيك في بنتك انك تقول ان المهر بتاعها ده عشان يلس ينم معها في الفرج شو رأيكم في الافكار دي هو احنا كده والسيدة اسماء لما كبت اشتغل وطلع عينها والرسول كان عايز ياخدها عليه الصلاة والسلام على البعير فغارت خافت من غيرة الزبير كيف وفاطمة تأثر في يدها اثر في يدها الرحة وقالت لها انا عايزة خادم يا رسول الله ليش مجل فاطمة واسماء ليس عليكم خدمة لأزواجكم سرطاني الثاني انا ابغي ساعتين خالد النهاردة روحوا بقى للإدارة روحوا لل اللي بتوع البث تصرفوا يعني تمام هاشف ثلاث دقائق على الفاصل الآن سرطاني الثاني النقد المستمر نقد مستمر عين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ميكروسكوبية جلسة فقط هذه العين لا لتمرر لا لتتغافل لا للطنش بلغة المصريين بل عين راصدة لكل خطأ لا والله مبخطأ لكنها عين راصدة لسلوك لا يرضي او يرضيها بس متتبع الساقطة واللاقطة ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي تقول زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد وفهد واسد ولا يسأل عن معاهد يعني الفهد حيوان اجلكم الله يغد بصره فزوجي اذا دخل يغد بصره عن الاخطاء عن العورات اليوم تعبان ما نظفت بكرة تعبان ما طبخت بعد بكرة تبغى تروح لامها بعد 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 الولد شوية تعبان صهرت معاه ليس الغبي المتغابي المتغافل اللي بيمرر اللي بيعدي الحياة ليست سكينها في الكيك والحرمة اللي عندك المرأة اللي موجودة في البيت ليست ريبوت كنترول بالربوت ريبوت بالريموت كنترول امرأة يا رجل والرجل اللي عندك ما هو رجل احمق ولا رجل متخلف عقلياً ولا رجل شهواني جنسي ولا رجل عايز يملكرشه خلاص لا بني آدم بيفهم زي ما انتي بتفهمي وبيحس زي ما انتي بتحسي تلاتة السخرية السخرية ارجع انا لو ارجع انا الى بيتي الى زوجتي فجلها والله بسبب الاضواء اللي موجودة في الكشفات وانا صارخت في البرنامج اليوم واللبس الواحد الجاعدة والكاميرا اخونا صلاح واخونا خليل وناس الجميلة اللي معنا في الاستوديو اقول والله تعبت كثير تروح جايلالي ايش حاجة تعبت شو سويت انت اللي جاعد تتكلم وكاميرات وبيصوروك وبيحطولك وبيعملولك ويرجع هو البيت وقول له كثير تعبانة اليوم يا بو فلان يقول لا عملت ايش اللي خبيت شوية شلت شوية التراب وطبختي الاكلة واعدة مع العيال هي دي المشكلة اللي في حياتك هذي السخرية الحقيقية والتقليل من اي جهد مبذول من كل طرف سرطان قاتل سرطان قاتل ان تشعري زوجك بانه لا قيمة له وان الذي يفعله ايه لو كان مدير لو كان مدير تقول له مدير اش تبغي انت جاعد توقع انت بتعمل حاجة عندك موظف بيعمل كده وعندك بتش عرفك انت ده انت لو انت الشغل ده بتشتغله بايدك تروح في ستين داية ولا بتعرف تعمل حاجة وهو يقول لها انت شو تسوين انت عندك خدامة بتدملك وامك هي اللي بتشرح لك الاكل ايش وبيتك قد كده كله على بعضه ولا انت عارفة تعملي حاجة ولا يحزنه فاصل ونواصل ايا كان نوع هاتفك وايا كان التطبيق الذي تستخدمه واتس اوب سكايب تيليجرام او غيرها من التطبيقات تستطيع ان تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر ارقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة بنقرة واحدة سنكون امام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الالكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة يوماً بعد يوم تتوارى السماء خلف المباني العالية تضيع المعاني بين الأصوات الصاغبة تتداخل القيم وتختلف الأسئلة وتكثر الحيرة نبحث عن فسحة وصمت وشرفة للسماء نرتب نفوسنا ونعيد بناء من هدم منها لنكمل الطريق إلى تلك الغاية قاف قلب سليم نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت أهلاً بحضراتكم من جديد المفروض أن يكون النصف الآخر من الحلقة هو العلاج وهذا أنا مجهزه لكن بقي عندي كم أمر لابد أن أطرحه على حضراتكم قلنا أني من سرطانات الزواج الأنانية والنقد المستمر والسخرية والتقليل من الجهود والازدراء لهذه الجهود عندي فكرة الإهمال فكرة مهمة للغاية شعور البني آدم الزوج أنه مصدر فقط من مصدر المال أو الاقتصاد أو الإكمال الصورة الذهنية أنت تجيب لي أنت تعملي أو أن أنت بتكملي فكرة أن أنت زوج والله العظيم أعرف نساء والله العظيم أعرف نساء كلما جاءت سيرت وزوجها دعت عليه فأسمع أنا سامع صوت منكم الحين حد بيقول شوفوا الأول هو عمل لها إيش شوفوا الأول هو عمل لها إيش يا سيدي شو عمل لها زوج عليها ببساطة لعلها حياتها كلها ما دعت يوما على نيتنياه ولا شامير ولا شارون ولا على بوتن ولا على ما دعت دعت على زوجها شي عجيب ما دعت على أهل الضلال والكفر والإفساد في الأرض وتدع على زوجها يقول لك روح الأول شوف هو عمل لها إيش تمام وأنا لا أمكر وجود فساد من قبل الجنسين من قبل بعض الرجال ومن قبل بعض النساء نتكلم عن القواعد التي يمكن أن تصحح من مسارات الحياة الإهمال فكرة في غاية السوق الاحتياجات أصبحت درجة من درجات العب درجة من درجات العب هو محتاج وانت قادر على تلبية الاحتياج فلما لا تلبي وهي محتاجة وانت قادر على تلبية الاحتياج فلما لا تلبي نقطة أخيرة وهي في غاية الأهمية متعلقة بسرطانات الزواج استغلال نقاط الضعف هذه قصة كبيرة هذه قصة كبيرة يعرف الرجل أن امرأته بلا عائل ولا معيل يعرف الرجل أن قلبه تعرف المرأة أن قلب زوجها معلق بالعيال في الله اترك على الحديد وهو ساخن شوف الإيد اللي بتوجعه منين امسكوه من الحتة اللي بتوجعه هيجوا عليه عياله هيج عليها أنها افضل كل شوي اترك على رأسها ويلا بطلقك أنا مش عايزك يلا روحي شوفي لك حد يصرف عليك يا احمد يا الله أن أنا بصرف عليك وهكذا استغلال نقاط الضعف وجود شخص عاطفي في أحدهما أحدهما عاطفي سريع البكاء كثير البكاء كثير التألم فالثاني يقول لك تريد أضغط عليها يروح ضغط عليها تبكي وتتألم ويتركها بعد ذلك دون عون أو دعم إياكم إياك يا زوجة تعرفي حال الضعف في زوجك فتستغل ليها احترمي نفسك إياك تعرف مستوى الضعف في زوجتك ولا تخفي وتستره وتحترم ذلك ولا تستغله هذا الاستغلال يسقط الاحترام هذا الاستغلال يسقط الاحترام فإن سقط الاحترام باي باي للزواج إن سقط الاحترام الإزدراء والاحتقار ومعرفة ان الرجل شوف شوف والله لو لله واني ما عندي مال ما عندي حد ينفق علي اطعمني ويسقيني لله درك يا رجل حين تنتهي الحياة بينك وبين امرأتك فيقول لها والله ما اؤذيك بيتك جلسي اطعم عيالك وما بيكسر عليكم شيء بس في امان الله سلام عليكم عيش يا بي كلي يا ام زرع واميري اهلك كلي واشربي يا السلام لا نؤذيك لا في عيالك وقد كتبت في كتاب من كتبي عبارة انت في بيتي مطمئنة مطمئنة على الاكل والشرب واللبس وزيارة الاهل وعلى عيالك من ذاك الذي يأخذ العيالة من امهم مين ده مين ده استغلال نقطة الضعف حقارة استغلال نقاط الضعف في كلا الاشخاص حقارة رجل قليل الرزق قليل المال فتأتي الزوجة وتقول له ما تصرف يا خويا زي الرجالة ما بتصرف طب ما انت عارفة ما انت عارفة على قلة المصيرين ما انت عارفة البيهر وغطاه μش انت عارفة البيهر وغطاه مش انت عارفة البيهر وغطاه عارفة ان إيده على رزقه على قده وربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه شدتي لقيلة شدتي عارفة طب لما انت عارفة بتضغطي عليه بتكسري عايزة تكسري كسرتي مبسوطة خليه يقف مرة أخرى فإذا وقف وأكرم بالمال وروح تزوجه واحد ثلاثة فتقولي نفسك شوف الرجل دنيئ من مال جي في إيده وروح تزوج ليه وهو لما كان المال مش في إيده كنت بتعملي معاه إيش أروح لكاميرا اتنين حاضر عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا أنا حبدأ في شفاء السرطان والله أعطيك ست قواعد تريحك ولا معرفش كام تريحك وتساعدك وتلحق بيتك تدركون بيوتكم من الفساد تدركون بيوتكم أسرتي أولا My family comes first أسرتي الأول يكتقولولي الكلمة بالتركي عشان أقولها بالتركي عموما أبي أقول شيء عن موضوع الغرب يعني هو بغض النظر عن نظرية المؤامرة ومحاولتنا دايما أن إحنا نقول يعني إحنا أحسن ومش إحنا أحسن وكلام هذا كله بس خلي بالك خلي بالك أن لماذا لا ننتفع بتجارب القوم يعني لماذا لا ننتفع بتجارب القوم يسموها في علم النفس عندنا التجربة المرتدة تجربة المرتدة كأن كورا مسكتها وضربتها في الجدار وعادت إليك الآن الغرب أمامنا إحصائيات الغرب كلها أمامنا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا ألمانيا أسبانيا روسيا وإن كان روسيا برضو عندهم تحافظ شوية اليابان الهند كندا عندنا الإحصائيات عندنا إحصائيات الاغتصاب وعندنا إحصائيات العنف ضد المرأة وعندنا إحصائيات التحرش بالأطفال وعندنا إحصائيات البيدوفيليا وعندنا إحصائيات المجتمع الميمي عندنا كل الإحصائيات طيب الناس هذا وصل لمرحلة مهمة جداً بيقولوا الناس دي وصلت لمرحلة مهمة جداً بتقول فيها المرأة وددنا لو عاشت المرأة في مملكتها وددنا لو رضيت المرأة يريد ترجعون تاني لمملكتنا من جديد دون الحاجة لأن نقصر ثيابنا ونرفع قعوب أحذيتنا ونلطخ وجوهنا بعشرات الألوان المزاركشة اللي عملهم عندنا زي البهلونات والمهرجات والمهرجين مثل البلونات المنتفخة وبعدين تضطر ترجع في الآخر أول ما توصل بيتها تخلع كل ده وتقول يعني إيه اللي خلاني عملت كل ده عشان أعجب البناء أدمين اللي ماشيين برا في مثل أنا على فكرة سألت اتصلت بأخي وسألته بعض أحبابي في مصر قلت له معطوني مثل شعبي اعطوني مثل شعبي يوصف لنا الحالة بتاعة محاولة إيجاد التجربة من جديد يا ابني من الغرب عملها ما بريطانيا عملتها وأمريكا عملتها والبرازيل عملتها وكندا عملتها واستراليا عملتها وطلعت نتائج سلبية للغاية والفساد كبير والزنا زيادة والاغتصاب كثير والتحرش مهول ليش نرجع مرة تانية نعمل نفس التجربة بتاعتهم ونسمح لبعض القادة المشوهين أن يأخذونا إلى هذه الحارة اطلع إلى الشارع الكبير ما لكم للحارة الضيقة التي أدخلوهم فيها ثم خرجوا منها وهم يقولون ليتنا عشنا حياة الزواج الحقيقي اللي عمله ليو تصدره لنا في نتفليكس الآن زي ماريج ستوري راحوا باعتليكمน مثل شعبي منهم واحد عجبني جدا بس لازم أشرحوا يقولي المثل الشعبي المصري بلاش تعرج العرج بلاش تعرج في حارة المكسحين ما تجيش تعرج احنا حارة مكسحين احنا حارة مكسحين هتيجي تعرج عندنا ما احنا مكسحين وعارفين بلاش تعرج في حارة المكسحين عشان وانت رايح تصيع احنا كنا رجعين يعني احنا رايحين نصيع عند الامريكان ناخد من الامريكان الامريكان راحوا ورجعوا الاستراليين راحوا ورجعوا البريطانيين راحوا ورجعوا الان ينادوا بالفصل بين الجنسين في المدارس وانت لسه عايز تعمل اختلاط بين المدارس هم راحوا للصياعة ورجعوا هم مكسحين وانت رايح تعرج عندهم بلاش تعرج فحرت المكسحين عشان وانت رايح تصيع إحنا كنا راجعين خلاص شربوا الصياعة وفهموها صدق عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه بسبب الحماقة والضب أحمق الضب حيوان أحمق بيحفر حفرة واحدة ما بيحفر حفرة يخرج منها فلما بيحفر يحطوا مياه بس يدخلوا عليه دخان يروح طالعا يمسكوا حتى لو فعلوا أحمق ما يمكن أن يفعله البشر ستفعلونه مثلهم دكتور محمد الدين العلاج حاضر دون العلاج الله يرضى عليكم ورقة وقلم اكتبوا علموا الناس إذا أمنتم بهذه الأفكار التي سأقولها تقيدوها وانشروها على مواقع التواصل علموا الناس أدركوا بيوت المسلمين أدركونها لأن دي خمس قواعد بسيطة جدا والله لو حاولت تعملها هتكسب كثير وترتاح اليوم اليوم البيت الخربان اليوم البيت اللي على وشك الخراب اليوم لو جلس الزوج والزوجة بقلب سليم ونفس مطمئنة وعقل طامح ومتطلع للمستقبل وفق قواعد حقيقية البيوت هتمشي واحد اعرف انت متزوج مين؟ شو يعني اعرف انا متزوج مين؟ أم 44 أبو كردوس أبو كردوس أبو كردوس دي كونية الشيطان قال لي لعنة الله يعني ايه اعرف انت متزوج مين؟ اياك ان تظن بعد 20 سنة من الزواج ان المرأة التي تزوجتها منذ 20 سنة هي المرأة الموجودة معك الآن اياك ان تعتقد يا ابنتي ان الزوج الذي ستتزوجينه الآن هو هو سيكون الزوج بعد 10 سنوات صحيح القيم ثابتة القيم والمبادئ ثابتة لكن الاحتياجات متغيرة الرغبات مختلفة الطلبات متعددة ومتنوعة عشان كده يا شباب يا عيالي أنا دي عبد الرحمن وعمر أولادي أنا بنادي أولادي الحين أقول له حبيبي لما تفكر تتزوج حط عينك مش تحت رجليك حط عينك بعد 30 سنة وانتقي امرأة وكن أنت كذلك يعني عشان ما نقولش دي يندري يا برد انتقي امرأة تعرف كيف تتعامل مع هذه الاحتياجات في كل خطة خمسية كل خمس سنين تتغير الاحتياجات هي امرأة واعية وانت تكون رجل واعي تتنوع احتياجاتكم افهم يا ابني أنا عجبني كلمة كن طالبا أناك سجلتها كن طالبا كن طالبا عند امرأتك اتعلم منها اتعلم من هي استفيد منها لأن احنا ما جينا احنا متل لما بنروح نشتري موبايل ولا شي بيكتب لك كتالوج اللي هو دليل الاستخدام احنا ما عندنا قدلة استخدام جماعة عرف عرف زوجتك ماذا تريد عرفي زوجك الذي تريدين على قدر الطاقة والجهد ننفذ لكن مو معجول يفضل الرجل 20 سنة يقول أنا أريد كذا ولا يتم تحقيقه أو هي تقول 20 سنة أطلبه كذا وهو لا يريد تحقيقه بس خل بالكم يكون الطلب اللي احنا بنطلبه يقدر الطرف التاني يعمله يستطيع الطرف التاني أداءه أو تنفيذه ستبقى طالبا للأبد عند شريك حياتك ستبقي طالبا تعلمي منه تعلمي منه من هو مش تعلمي منه العلم إن كان من أهل العلم تعلمي تعلمي عنه اعرفي عنه افهميه قليله قليله ماذا تريد عرفني فهمني أنا حفهم اللي أنت عايزه أول ما حتقول لي أنت عايز كده حلبي حفهم عشان أنت حبيبي أنت زوجي أنت أبو أولادي اللي تبغيه تم ما دمت أستطيعه أن أقدمه اثنين طبعا الجزء الأول هذا اللي هو تعلمه وفهمه بتحصل مشكلة كبيرة جدا بين الأزواج بالافتراض بالافتراض رجع جلامة علش أنا حتأخر شوي أنا حتأخر النهار دا شوي فالهانم افترضت إنه مش هياكل افترضت إنه مش هياكل أنا حجعد مع فلان شوي بعد ما خلص دوامي حجعد مع فلان شوي فافترضت الهانم افترضت إنه هو عياكل مع فلان ما عملتش أكل فلما دخل قال الله والله أنا مكال تأكليني قلت له ويل أتا مش قلت أنت حتجعد مع فلان قال له وإنا قلت لك حجعد مع فلان أكل ها الهانم افترضت جزها全部 خير هي طبعا دي مش جريمة أنا بدرأ بأمثلة بسيطة الهانم افترضت افترضت افتراضا من عندي يا جماعة الخير دعكم من الشك والظن وتجويز الأمرين والاحتمالية وهكذا أفترض وهكذا أظن وهكذا اعتقدت هكذا فهمت يا أخي اطلب التصريح بالفهم البسي عشان أنا عايزك تنزلي في مشوار قل لي له حبيبي وين رايحين عشان اللبس ألبسه يتناسب معنا لا 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 البس يا حبيب قلبي ألبس إيه رايحين عند ماما عندك رايحين عند ماما عندي رايحين حديقة هنأخذ العيال معنا بس فهمني اطلبوا العلم اليقينية لا تطلبوا الافتراض لا تطلعني حاضر اطلعك فين ااكل حاضر ناكل فين هاكل كذا تم ليش طلعني يابقى امشي بالسيارة كده ولا ناخدها في تاكسي ونفضل نلف في الشوارع يعني احمل نفسك على اليقين لا على الافتراضات هذه مسألة مهمة في العلاج الأول لهذه السرطانات فكرة العلم والفهم تعلموا من بعض طلعوا عمركم افهموا من بعض انا كان حكيت لكم ما عرفش مرة كان في قصة نحكيها لكم واحدة ستة كل ما يدخل عليها زوجها الشواء ناس كبار في السن جدا وعيالهم اتزوجوا وكبروا وعندهم أحفاده ويمكن أعيال الأحفاد كمان فكل ما يدخل عليها مرة الرجل يقول لها يا أمو فلانا يا أمو فلان تراني مش مسامحك أنا مش مسامحك وتبكي الحرمة وتصيح وتصلي وتدعي وتقول يا رب إنما هو جناتك ونارك ومرضي عنها زوجها ده خلت الجاك فمرة من المرات روى جاي ملت الحرمة زاجت فجالت له فهو بيقول لها يا أمو فلان أنا مش مسامحك قالت له بيقول لك وأنا كمان مش مسامحك وخلينا نروح يوم القيامة عند ربنا ويحله غاب الرجل ساعتين أو ثلاث ورجع قال لها شو تقولتي ليش قلت كده قلت له أنت داخل طالع علي تقول لي ما مسامحك خلاص أنا كمان مش مسامحك قال لها طب شراك نتفق أنا سامحك وأنت سامحين ما كمل أول طب ما كمل أول يا رجل العين تعمل تأذي لي بهذه الطريقة ليش مسكن لبعض كده الحداد والنجار لا أنت طلعت النهاردة ثلاث ساعات مع أصحابك يبقى لازم تطلعني النهاردة ثلاث ساعات يا شيخة بلى مساخة يا بلى مساخة أنت طالع وأنا طالع ايه هو هي معركة نتعلم ونفهم ونستوعب أنا اخترته لأني بحبه أنت حبتي يا ماما أنت رغبتي في وجوده في حياتك فما تحوليش الحب لازم تحولي حبك إلى قدرة على العطاء لازم تقدمي يا بنتي لازم تعطي وبلا حدود كمان ما دم رجل ما دم رجلا كاميرا واحد حاضر خالد حبيبي النهاردة أنا أزعجته كثيرا طيب حبيبي يا خالد الله يحفظك يا ابني تزاك الله خير العلاج الثاني الاستماع يا عمه الاستماع يا بيه عايزين تتعالجه عايزين تتعالجه البيوت أقعد اسمع لها أقعد يسماعيله جلسوا لطولة اتنين جلسوا لها خدي نص ساعة نها أسمعك كما أعرف واحدة واحدة قالت لزوجها نفسي أجلس معك نفسي أجلس معك شوي نفسي أشرب معك كوباية شاي راح عمل كوبايتين شاي وراح قاعد قدامها فضل يشرب الشاي لمواخزة يعني كده بالضبط هي بتوصف كده بالضبط وراح بعد ما خلص الشاي راح حطت الكوباية كده قال لها خلاص شربنا عايزة حاجة سلام اجلس اسمع يا ابن الحلال لا تتكلموا في هيافة ولا تتكلموا في حاجات بعيدة عن الواقع اتكلم كده صراحة افهمي اسمعي منه أنا أريد كذا أنا أرغب في كذا أنا أحب كذا نحن نريده كذا كأسرة نحن نريد أن نفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة اسمعوا البعض نحن الحقيقة ليس فقط لا نسمع ولا ننصد لا احنا فقدنا الرغبة فيها قل لي صحة خالد نحن فقدنا الرغبة في الاستماع عارفين ليه عشان الخليج بيقول كثر الدج يفتش اللحام يفتش اللحام كثر الدج يفتش اللحام وعندنا في مصر الزنة على الودان أمر من السحر من كتر ما الإنسان تعب 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 قال لك بس عد بلا وجع قلب يا رجل بلا وجع قلب بلا كلام ده كترة إيه اللح تقعدوا تتكلموا معاهم وماريتال كونسلينجي يا رجل خليه أتب بس تقعد في بيتها تسكت بلاش وجع قلب تمام هذا النقطة المهمة اللي جاي هذه خلي بالكم أنا أقسم يميناً لست فيه بحانث شوف 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 والله لا أقسمه إلا على عظيم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف رجلاً أو امرأة إلا كان متأملاً في زواجه خيراً ما أعرف كل رجل وامرأة أنا أعرفهم ومروا علي سواء في علاقات إنسانية أو في محضرات أو في غيره لا أعرف رجلاً وامرأة إلا كانوا يطلبون الخير في هذا الزواج وصبر بعضهم خلي بالكم أخوية خلي بالكم الله يرضعي صبر بعضهم بعضكم صبر رجل وامرأة دائماً ما تقول المرأة معلش بكرة يستوي خير معلش 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 لغاية ما يمل الإنسان من الصبر ومن الانتظار فحين يقولون له يجبوها يقول له معلش الأوضاع هتتحسن بعد كده يقول له عمو أنت مش عارف حاجة أنت فكرة كأنا كنت عايش 15 سنة كويس والأوضاع الآن تغيرت فأنا حصبر عشان تتغير عمو أنا صبر بقى لي 15 سنة والمثل المصري يقول له وكان فيه الخير ما كان شرماها الطير المثل ده حلو أنا بحب أشرحه شرح لك أشرح لكم المثل ده الطيور تعلمت هذا أنا في الخليد علموني أن الطير لما ينقر حبة التمر على الشجرة على النخلة تكون حلوة جدا بس ما يشدهاش يعني فأنت لو لحطوه أمامك التمر وفيه مخرومة التمر كده كلها لأنها جميلة الطير اخترها أما إن أخذها في فمه وطار بها ثم ألقاها فأعرف إن هي طعمها مبحلو لو كان فيه الخير لو التمر دي فيها الخير ما كانش رماها الطير إياكم 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 أن تسمحوا للطرف الثاني أو الآخر أن يمل من انتظاركم أن يمل من الصبر عليكم أن يشعر في يوم من الأيام أنه لا خير سيأتي لا فائدة من الانتظار لا فائدة من الصبر لا يمكن أن يتغير احذروا أن يصل بكم الحل عليكم بالصبر الإيجابي عليكم بالصبر الإيجابي ليس انتظار إيجابي انتظار في نصح في إرشاد في توجيه في دعم في رعاية في عناية في اهتمام إياكم والصبر السلبي لأننا بعتبر الصبر السلبي عجز واحد بيشرب الخمر والتانية جاعدة بيشرب مخدرات والحرمجة تقول لك عملت ايه يا ماما تقول لك كنت صبرة لا يا ماما انت ما كنت صبرة انت كنت عاجزة انت ما عملت شيء جاعدة تربي العيال ياما تكلمي تدخلوا الناس يا تدخلوا جيبوا أهله وأهلك وجعوده شو هذا اللي بيشرب الخمر احنا زوجناك عشان تشرب الخمر وبنتنا عندك لا خمس دقائق لا فاضلي اتنين مهمين جدا طيب خلي بالك من غير الصبر والانتظار ده لا يمكن ان تعيشوا كلنا كده كل البشر الذي اعرفه كل البشر كلنا اذا تزوجنا كان امالنا عظيما كله كان متأمل في الزواج خيرا وبعدين حصلت الدروبات حصلت المشاكل مشكلات حصلت المشكلات فاذا بنا مع مرور الوقت نفقد الرغبة في الانتظار نفقد الرغبة في الصبر فنقول it's over حط لوحة the end النهاية خلاص معنى هذا انني لا اريد ان ابذل جهدا في هذه العلاقة وهي لا تريد ان تبذل جهدا في هذه العلاقة فاما ان نعيش زواجا مع وقف التنفيذ شكلنا قدام الناس متزوجين وعيالنا بتكبر وتروح وتيجي لكن كل واحد في غرفة كل واحد في فراش لا يعرفون شيئا عن بعضهم البعض انتهت المسألة قضي الامر الذي فيه تستفتيان ولما تموت يقف يصلي عليها لانه زوج وانتهى الامر وكأن شيئا لم يكن المسألة الرابعة التسامح التسامح المسامحة مفاعلة المسامحة عند اهل اللغة العربية المفاعلة دي تأتي من طرفين الاثنين لازم انا لا اتكلم عن الجرائم الكبرى والخيانات والعكدة كله لا اتكلم على ان انا اليوم انا اليوم بحتاج انا وزوجتي اقول لنفسي شو رأيك تسامح على كل اللي فات شو رأيك يعني التقصير من طرفي من طرفها بعض الالفاظ اللي طلعت مني منها بعض المواقف اللي طلعت مني منها شو رأيكم نتسامح ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم بل ان نحب ان يغفر الله لكم ألا تتسامحوا يا رجل خلاص هنمسك لبعض الحداد والنجار هنمسك لبعض السكاكين نذبح بعض زوجتك وأم أولادك زوجك وأبو عيانك حصلت الأخطاء نتسامح نتسامح ونتسامح وفق قواعد وأسس أن لا يعود الأمر كما كان أن نتعلم أن نفهم بعضنا البعض نسمع لبعضنا البعض نصبر على أمل التغيير نصبر ونحن نتوقع أن الأمور ستتحسن ثم بعد ذلك نتسامح فيما بيننا مسألة الأخيرة كن حاضرا مسألة الأخيرة اسمها الانفتاح الانفتاح معناه أن بعد الألم بعد العوار بعد التعب وطول الأمد بعد اليأس في التحسين كيف أعاود الثقة من جديد كثيرات من كنا طبعا عندي في المركز والله امرأة بكت بكاء شديد قالت لي أنا شفته بيغلط بس مش عارفة أثق ما هو ده جهد منك الله يرضى عليك ما أنت اخترتي بعد ما تاب واستغفر أنك تبقي في حياته أنت قررت تجعدي أنت قررت تبقي في هذه الحياة بعد أن فعل ما فعل أنت قررت وما دمت جلست يا بنت الناس لا تسألي نفسك لا أريد أن أثق أو لا تقولي لنفسك أن لا أريد أن أثق جزء مهم جدا العودة بعد الألم العودة بعد التعب العودة بعد المشقة العودة بعد فقدان الأمل العودة كلي بالك الشخص اللي هياخد قرار للتعدد أو للطلاق أو للزواج الثاني من غير ما تصلح العك اللي أنا عملا أتكلم فيه النهاردة ستقع في نفس الغلطات ستقعين في نفس المشكلات العقلية التي أوقعتكم في المشكلات لا يمكن أن تكون العقلية التي ستخرجكم منها لا بد أن تتغير هذه العقلية لا بد أن يتم العلم والفهم بين الزوج كن طالبا عند امرأتك وكوني طالبة عند زوجك تعلموا من بعض تعلموا عن بعض يلي يتعلم كل زوج عن زوجتي ولتتعلم كل زوجة عن زوجة كل يوم نتعلم احتياجاته الجديدة طريقته في التعاطي بيفهم الأمور إزاي البرسبكتف بتاعته عملك استمعوا البعض استمعوا لبعض ولا تفقدوا الرغبة فالاستماع لبعضكم البعض ثلاثة اصبروا على بعض شوية وانتظروا وإياكم وملل الانتظار وإياكم وفقدان الرغبة في الصبر والطرف الآخر نقول لهم كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله لا تمسخوها ها صبرنا 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 أوعد خليني أفقد الأمل في الصبر سترى وجها لا تريد أربعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم خمسة كن حاضرا بقلب مفتوح وصدر مفتوح ونفس المطمئنة المفتوحة لكل الاحتمالات اللي يمكن أن تطرأ على حياتنا عندي استعداد ثق فيك بعد أن فقدت الثقة وعندي استعداد أن أنا أحترمك بعد أن فقدت هذا الاحترام تعالوا نتربى على الاحترام والود والمحبة قدمي زوجك عليك وقدم زوجتك على نفسك ستفوزاني فوزا عظيما كبيرا وأنا كل هذا الكلام بعيد عن الأولاد لم آتي على ذكر الأطفال ولم آتي على ذكر العيال فأنتما تستحقان الحياة الرغيدة المطمئنة الهادئة مثلكما مثل جميع الناس أختم يا خالد بي سرطان الزواج الأنانية والنقد المستمر والسخرية والازدراء للجهد والإهمال للإحتياجات واستغلال نقاط الضعف في كل الزوجين والعلاج العلم والفهم عن كل زوجين للآخر الاستماع لبعضنا البعض وأن لا نفقد الاهتمام في هذا الاستماع أن ننتظر بعضنا البعض نصبر على بعض وللطرف الآخر لا تجعلني لا تدفعني إلا أن أمل للصبر وأمل للانتظار نتسامح فالغفران جميل والتسامح أجمل ثم بعد ذلك نكون حاضرين لبعضنا البعض نقف لبعضنا نتعلم نحب بعض نتعلم نبذل نقدم الزوج على تقدم الزوجة زوجها عليها ويقدم الزوج زوجته على نفسه قالت يا رسول الله للذي تحب أحب إلي مما أحب أعيش بسعادة وأشوفكم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة